عندنا كمان اثار ضرق نمرة اتناشر نمرة اتناشر اللي هي ايه اللي هي يعني صدع بتايقلي معروفة اوي لو واحد ركز في حاجة كتير بيصدع كنا زمان بنصدع من المذاكرة قارد كتير اللي لديت معناه مش شايف والخطوط بقيتخش وباعدي وصدع اعمل ايه اقوم اتوضق وصلي ركعتين واسجد عشان اطلع الطاقة الزيادة والشوحنات الزيادة وبعدين اكمل مذاكرة ده كانوا ورايه امتحان. الافضل ان انا اتوضق قصت لركعتين ومسملي له انا مسترخ شوية لو انا نمت ساعتين اقوم تركيزي اعلى يعني انا 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 دلوقتي مش مركز وعمقيا زغللت وسدعت. اكمل مذاكرة بالعذاب ده ولا نام ساعتين اقوم كمل? لا انا نام ساعتين اقوم للاسترخاء ولما اجا نام ما اقولش لنفسي ان انا هنام ساعتين وقوم كده مش هنام انما اقول لي نفسي ان انا هنام براحتي خالص ودي النفس شعور بالاسترخاء عشان الصداع يروح يبقى الشعور بالصداع نتيجة الاستعمال الخاطئ والطويل للاجهزة المنزلية تعال نشوف ايه تاني نمرة تراتاشر عندنا في حاجة مثلا في الطرق يعني دايما في الطريق حد بيستعمل المحمول قدامه حاجة بنعمل حوادث يبقى حوادث الطرق عشان انت مشغول عشان كده دايما نقولك لا تنشغل بغير الطريق في ناس بتحط اه مش محمول تليفزيون تليفزيون في العربية خلاص وفي ناس اه بتنشغل بغير الطريق يعني مشغول يمين وشمال او في واحد نام من كتر قلة النوم نام طبعا اي غفلة تروح لابس فيه قدام فطبعا بنقول ان اغلب الحوادث في الطريق اغلب الحوادث اليوم دول سببها ايه المحمول او التليفزيون الشاشة اللي جنبك اللي سيادتك مشغول بالفيلم انت هتركز مع الفيلم ولا هتركز مع الطريق يعني بس نبقى عارفين يعني انت هتركز مع المحمول ولا هتركز مع الطريق فكده هتعمل الحوادث بنشوف النهاردة الحاجات اللي ممكن تجيب لنا امراض زي التليفون وزي الالة الحزبة وزي المحمول وزي السجال الالكترونية وزي مكانات الحلاقة وزي الحاجات دي اه اربعتاشر يعني ايه يعني مثلا المفروض ان انا ما استعملش المحمول احنا كنا بنقول مثلا احنا راكبين ميكروباس او راكبينه تويس وفي واحد بيزعب في التليفون بيزعب مع اي حد هو عمل ايه للناس اللي حواليه ازعجهم يا عم انا مش عارف اركز انا عايز انام شو انا مش عارف انام الطريق طويل عايز انام راكب قطر خلاص فنفس الكلام في الاجتماعات احنا في الاجتماع مفروض في الاجتماع التليفونات مقفولة ازاي حدرت الكلمة في التليفون والناس اه انت كده بواسط المحاضرة بواسط الندوة مش كده ولا ايه عشان كده من اهم الاداة بالعامة انه لما نكون في مكان عام ما فيش تليفون لا قلع من كده لما نكون في لقاء عائلي يعني ايه لقاء عائلي احنا عايزين اخواتنا ولاد اخواتنا وكذا وكذا اجي كل ولد من ولاد اخوات العائلة الصغيرة كل ولد وكل بنت معاه محمول ولكن على جمع اللي هيجيب المحمول معاه ومسكه ياخد عائل وروح دغري اللي عاوز يتكلم في المحمول ويلعب في المحمول هو وعيال وياخد عائل ويمشي احنا جايين نتكلم مع بعض نلعب مع بعض نجري مع بعض المحمول ده ببيتكو تصدق بالله اهو الله العظيم الان بيجينا كده انت عاوز تلعب المحمول انت وعيالك في بيتكو عاوز تقعد في لقاء العيلة مفيش محمول عاوز تقعد في درس مفيش محمول واضح فمهم جدا جدا اكتبع عارف ان هذا اللي بيعمل بيعمل قلق ويعمل قرف ليه الناس فالمفروض انك تراعي الناس الاول كنا بنقول ايه ممنوع التدخين في المواصلات العامة انت بتشرب دخان الدخان ده ازل اللي حواليك طب انا عمالة زعم يروح الرجل السوارك على جنب من فضلك انزل اتكلم براحتك في الشارع مواضح في بعض سواين التاكسي بقى بيعملوا حاجات غريبة جدا شغل شحتين اه بيكلم تليفون عاوزين اربع تلاف في المستشفى ده انا معايش حاجة خالص يقعد يمثل علشان خاطر الراكب يقول له ايه طب خد اه ادي لك متين طب في بقى ناس عشان كده الظلم ها ظلم سواين التاكسي ده اعمل ايه جاب لهم سواين التكتك. فبتاع التكتك قضى على بتاع التاكسي. فبتاع التاكسي ما بيشتغلها. نعم. طبعا اخراج الاجهزة الالكترونية من الاوضة قبل الجماع دي يؤكد ان الرجل هيبقى قوي والسته بقى قوي. هي رد بقى لو هو عاوزي مش صح يعني يتوضى ويصلي ركعتين جماعة هو زوجته. كده الشحنات الزيادة كلها تصربت على الارض. النبع عليه السلام يقول ايه? انكم تحترقون تحترقون. فاذا صليتم غسلتم وفي رواية اطفقت. ثم تحترقون تحترقون. من كتر الزنوب وكتر الموجات وكتر الارف والحقد والزفت. تحترقون تحترقون. فاذا صليتم اطفقتم. وفي رواية ها? غسلتم. ثم تحترقون تحترقون. فاذا صليتم اطفقتم. او الله العزيز والحديث كده. يبقى كأن كل ما تحرق شوية وعليه شوية موجات بالمناسبة. الواحد من كتر الموجات اللي عليه ممكن يكهرب اللي قدامه. خلي بالك بقى من النكت ده. يعني يتكهرب اللي قدامه. شوها كده او تسلم عليه تحس انك كهربت. الشحنات متكسبة على جسمه جامل. والبناء ادم فينا خزان كهرباء وموصل كهرباء. احنا لما بيجي نعمل رسم قلب بنجيب الرسم الكهربائي للقلب نوصل كهرباء. نعمل رسم مخ. ها? بنجيب رسم كراويل. مش كده? نعم. مرافو عليه. وتنفيض السرير قبل النوم يقلل الشحنات المترسبة عليه. والاغتسال او الوضوء. الاغتسال او الوضوء قبل النوم يقلل الشحنات الضارة وبالتالي يحميك من الكوابيس. خلي بالك معايا. الوضوء قبل النوم. اغسل وشك وايديك ورجليك حتى لو مش بتصل. تطول السجود لله يطرد عنك الشياطين والموجات اللي هتعمل لك كوابيس وسرطاها. التنفيض ازاي? دلوقتي انا نايم على السرير. السرير بتاعي متنفض. وانا شايفه نضيفه كويس. انافضه ولا ما انافضوش? انافض. ازاي? ان انا بجيب فوطة او ملاية او اي حاجة. وازيح الاشياء اللي عليه بتخيل ان على المخدة حاجات وعلى السرير حاجات. طب هو العلم اكتشف ان فيه حاجات ايوة بيه فيه ميتس ودست وجرب. وفيه حاجات صغيرة وتكس. حاجات كتير قوي تترسب على السرير. انت مش شايفها. هاش وفاش وميتس وجرب ودست. حاجات كتير قوي قوي مترسبة على السرير. وحضرتك ايه? مش شايفة. يبقى تنفيض السرير مهم جدا قبل ما تنام. حتى لو ايه? حتى لو نضيف. يعني زي ما قولك ايه? واحد اه كان مثلا اه لسه مستحمي وبعدين مات. تفتكر ان نغسله او لا ما نغسلوش? هنغسله. مال غسل الميت وغسل الحي. يعني مهم جدا انك تبقى عارف انه الصلاته انقاذ. والله العظيم. السجوده انقاذ. ففروا الى الله. انكم تحترقون تحترقون. فاذا صليتم غسلتم. وفي رواية اطفلت. ثم تحترقون تحترقون. فاذا صليتم غسلتم. وفي رواية اطفلت. ثم تحترقون تحترقون. كلام ده مهم ولا? والله العظيم مهم. والله ما فيه علاج غير ده. والله ما فيه علاج غير ده. تطول تطول وضوه تزجد. وانت ما توضي توضى تاني. وانت ما توضي توضى تاني. عندي ارق اتوضى وصل لك هتين. مش عارف انام اهو ما توضى وصل لي تاني. مش عارف انام اهو ما توضى وصل لي تاني. انا ممكن اصلي قضايا الحاجة ثمان مرة اتعصر لغاية مرة بنا يقضي حاجة. ما ريش جال ربنا هعمل ايه طيب? اروع طحونا منومة والاقرص منوم يدار واخني طول نهار.